اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شارك دكتور بدر عبدالعطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بالاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والذين عقد بمدينة مدريد الجمعة وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة سفير تميم خلاف بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسوليفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير كما تنول لدكتور عبدالعطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين وضف أن الوزير عبدالعطي أعرب عن دعم مصر لكافة الجهود الهدفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشددا على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور بلاد الفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح وما يفرضه من الخفاض في واتير الدخول المساعدات لقطاع غزة في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقا لالتزاماتها القانونية فقوة احتلال مشددا على أن ذلك التواجد يأتي لأهداف سياسية حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة وتقويد جهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي أكد أيضا على تصميم مصر على الاستمرار في الانخراط مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع على قطوط الرابع من يونيو عام 1967 مشددا على أن الاعتراف بتلك الدولة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هما خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف وأن الاعتراف بتلك الدولة يعد حقا للشعب الفلسطيني وواجبا على المجتمع الدولي مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضر شكرا جزيلا لحضر